اشتركوا في القناة مدى الإعلام ارتبط به ربما من الأول ابتدائي يعني هتلقى السكرارتها ربما مرارا وتكرارا ولكن لا ضرر من التكرار كنت في الإذاعة المدرسية فكان عندي ولعب هاد المهنة والدي الله يرحمه كان رجل نشيط على مستوى المجال الإعلامي تحديدا وأيضا الثقافي والأدبي كونه كان شاعر وكان رئيس منتدى ثقافي ورئيس جمعية الملك عبدالله الثاني ثقافي فكنت دائم الحضور معه في عدد كبير جدا من الأنشطة فأصبح لدي معرفة ربما عن قرب عالم الإذاعة والتلفزيون بالإضافة لكيفية إدارة الحوارات الصحفية لغير ذلك وبالإضافة للإذاعة المدرسية اللي ربما كانت معي من الأول ابتدائي حتى السن كيماني انتهاء التجربة الدراسية في الأردن ثم الراحل للمغرب وغير هيك أنه هذا ميدان أشعر بأنه هناك حرية مطلقة ربما لا أتحدث عن قوانين ولا أتحدث عن حرية أعلام في بلد من بلد إلى آخر ولكن أتحدث على أنني كإعلامي أشعر بأنني إنسان حر أطير فوق أي سماء وأناقش الأفكار التي هي بدورها لا حدود لها ولا يمكن أن تتوقف عند قانون أو حتى عند عقوبة أو غير ذلك وبالتالي عشقي للحرية ربما يدفعني أكثر لممارسة هذه المهنة صراحة في البدايات لا أعتقد أنه كان هناك مثل أعلى ربما يحث على ممارسة مهنة الصحافة ولكن رأيت تجارب الوالدي اللي رحمه خاصة على مستوى البرامج مستوى البرامج الإذاعية أتحدث هنا فكان نوعا ما قدوتي في طريقة تفكيره في طموحه الجارف اللي كان على المستوى الأدبي والثقافي تحديدا واللي جسده في عدد من البرامج الإذاعية من ضمنها الأردن في عيون الشعراء فحاولت أنه أستنسخ تجاربه ولكن بنمط خاص وبتجربة شخصية مئة بالمئة وكان ربما صراحة كان هو الدافع الأساسي لكي ربما أطور نفسي في مجال مهنة الإعلام والصحافة وأيضا أدرسها بشكل أكاديمي وثم أمارسها بشكل احتراف ممكن شفتي من خلال بداية الانترفيو كان حديث بالدارجة حتى لقاءنا قبل التسجيل حديثنا كان بالدارجة المغربية وهذا ليس عيب لأنه تنتقل لأي بلد كان في أي مكان ممكن بعد ست أشهر سنة تتعلم اللهجة أو اللغة بتمشي للصين غا تدرب الشنوية بعام أو عام ونص ماكسيموم فما بالك واحد اللي عنده سبعة عشر عاما موجود في المغرب فمشي عيب أني نتكلم بالدارجة أنا أمي مغربي أخوالي مغاربة عائلتي كلهم موجودين هنا عندي أخويا عندي أختي حتى في تليفون كانت واصله بالدارجة مرات من كانت عصب ربما كان لجأة مشي معيور ولكن كانت نيرفا بالأردنية ما لهجة المغربية لهجة جيدة وتعلمتها في غضوني ممكن أربع أشهر مشي بشكل كامل ولكن الحمد لله أجد هذه اللاجة ولست ممن يحبذون يعني الحديث بلهجتهم الأم في بلد لا يفهم تلك اللاجة ربما ما يمكن لك مشي تدرب الدارجة الأردنية مثلا مع المغاربة وانت كنت تقن الدارجة المغربية بالعكس مع أنه كان شي مشارقة مثلا موجودين أو مغتربين في المغرب ما كي هدروش بالدارجة المغربية وان أمضوا ربما أكثر من 6-7-18 سنوات يحافظون على لهجتهم منهم اللي عندوا أسر وأبناء وبنات وحبين يتمسكوا بلهجة وطنهم الأم ولكن أنا أعتقد بأن هذا وطني مثل ما هو الأردن وطني وبالتالي لمال الحديث بالدارجة المغربية لهدي لهدي أنا عاشق للفريقين قطبي الدار البيضاء وقطبي الكرة الوطنية قوة تقليدي موجودين في الكرة المغربية لهم كل احترام والتقدير وبالمناسبة ربما نهنئ الوداد البيضاوي سيد أفريقيا القديم الجديد لقب مستحق على حساب الأهل نتمنى لرجاء أيضا المضي قدما في المسابقات المحلية وأيضا الدولية والأفريقية ونتمنى لكل الأندي الوطني للمنتخب الوطن إن شاء الله توفيق بالتأهل لكأس العالم أنا من نسبه لي عاشق للمنتوج الكروي الجيد ولكن ارتباط مع نادي أو آخر بصراحة لا ما عنديش ريال مادريد هذا عقد شراك أبدي يعني لا حدود له ولا هوية ولا جنسية إذا كانت إن شاء الله تكونت من تايلند يعني ما عنديش إشكاله لكن أكيد لابد أنا تكون متوافقة مع ثقافتي مع عاداتنا مع تقاليدنا وأيضا مع الشخصية اللي عندي لان شوي شخصية صعبة فما غديش نكون متطلب بزاف غير هو النصيب أكيد دائما وأبدا هو اللي غدي يحكم في النوع من الشركة ما كيش مواصفات كين القلب من كيرن صافي ما تبقاش المواصفات لأنه غيكون توافق وغيكون ربما انسجام في بعض الأشياء وبالتالي وكن قبل كل شيء لابد أنه تكون مشاعر بدون مشاعر لأظن أن العلاقات استمر وأنا إنسان عانيت من الانفصال فبالتالي لا أريد أن أكرر التجربة على المستوى الشخصي كان حلل في الكورو لكن كان عرف لعب كورا كنت كانت بعض الجمعيات ودار الشباب اللي للأسف الآن دثرات مبغاش في الأيام الأولى ربما في المغرب كانت تنظم بعض الدوريات المحلية أخوك واخد هدف جوج مرات واحدة مسجل فيها 8 الأهداف والبطولة الثانية مسجل فيها 13 هدف بجوجهم وصلنا الفينال لولا ديناها بهدفين إلي أنا مسجلهم في النهائي والتانية وصلنا الفينال وخسرنا بإلانتيات وكنا تعادلنا واحد لوحد وأنا المسجل هدف تعادل فكان عندي رغبة في أنه مارس كرة القدم اللي مارست طبعاً من الصغر ولكن لما تصير أمام خياري أما الدراسية أما الكورا أنا اخترت الدراسة دائماً على مرياضة مليئة بالطرائف في التغطيات الصحفية يعني خصوصاً على مستوى التغطيات الصحفية دائماً وأبداً ما كتلقى هناك بعض الطرائف اللي كتوقع فيها ولكن على العموم يعني لا أستذكر الشيء الكثير ربما كان لدينا مرة في مصر كنا بنسجل تغطي خاصة حول مباراة مصر والجزائر في المونديال فالفرحة الهسترية اللي كانت للجماهير المصرية بعد الانتصار على الجزائر ولجوء المباراة فاصلة في أم دورمان كنت أنا مع الجماهير بسجل فالجمهور المصري اعتقد أني صحفي جزائري فبدأ بتلويح بالأعلام فوجين على أساس أنه يمنعني من عمل المباشر مع القناة ولكن الحمد لله استمرت بالحديث يعني وما انقطعتش عن الكلام وسجلت المراسلة ديالي كما ينبغي وخا كان ازدحام جماهيري كبير الألاف يعني كان عشرات الألاف موجودة خارستاد القاهرة من بعض الطرف أيضا مرة كنا مع المنتخب الوطني في بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى وكان كنا في أوتيل يعني يقال أنه أوتيل فئة الخمس نجوم ولكن الأسانسير كنتي كتدير مثلا السان كامي طاج اللي احنا فيه كيطلعك تروازيام كترد تدير السان كامي كيردك بروميار يعني عليك أن تختار فآخر شيء كتبشي للدروش صراحة أنا إنسان متفائل في الحياة بشكل عام ومتفائل أيضا بمسار المنتخب الوطني لأنه ما كانمشيش مع النتائج بقدر ما كانمشي مع الشخصية اللي أصبحت عند المنتخب الوطني منتخبنا الوطني مع هيرفيرونار تغير شكلا ومضمونة ربما شهدنا النتائج الأولية خلال منافسات الكأس الأفريقية خروج أمام مصر بضربة حظ ربما كانت للمنتخب المصري في الأنفاس الأخيرة مع العلم أنه المنتخب الوطني بشهادة جميع المراقبين كان من الأفضل المنتخبات المتواجدة في كأس أفريقيا وصعد عن مجموعة كان فيها حامل لقب منتخب الكود ديفوار فاليوم بمساره أيضا المشرف داخل منافسات تصفية كأس العالم أعتقد بأنه سنكون أمام ملحمة كروية وبأنه آن الأوان لكي ينصف هذا الجيل الكروي الموجود في المنتخب الوطني لأنه قدم الشيء الكثير للكرة المغربية والكرة العالمية ونتمنى لملا أن نشاهد إنجاز في حالة أهولف هناك في أرض الدب الروسي المرأة المغربية كأي مرأة أخرى في العالم هي نصف المجتمع بها يعني لا تكتمل الحياة والمرأة المغربية مرأة مثابرة مرأة متقلقة في كل المجالات وإحنا مثلا في عالم الرياضة فقط يعني هناك عدد كبير جدا من الأمثلة التي لحصر لها في رياضات منوعة حملت مش على الرياضة الوطنية والمرأة المغربية مجدة حتى في الحياة الخاصة مرأة مخلصة مرأة وفية لأسرتها ومرأة أيضا مكونة لجيل نتمنى أن يكون جيل مشرق لكي يسير مع هذه الدولة التي تسير في مسيرة نهضة ونماء وتمنى دائما وأبدا تبقى المرأة المغربية متقلقة بذلك الرونق الجميل بخلق أيضا رائع وتسير مع نظراتها في العالم وتمارس أيضا حريتها بنسبة 100% دون نقصة قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في العشان يوتيوب وتشاهدوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا شديرو جم